أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ورضع الميزان ألا تضغوا في الميزان وأقيم الوزن بالقصف ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والويحان فمي أي آلاء ربكما تكذمان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجار وخلق الجار من مالج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغنبين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين مرج البحرين يلتقيان مرج البحرين بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوال المنشآت في المحن كالأنام فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو فيه شاء فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواغ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا شقت السماء فإذا شقت السماء فكانت عودة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذمه إنس ولا دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ من نواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آلاء فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربكما تكذبان ذواتا أثنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش مطائن فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثن فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان 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 تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان